السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف انك تقيس سرعة الهاردسك عندك تمام جدا سهلة انت الحين مثلا خلنقول مثلا عندك هنا مجموعة من الهاردسكات سواء SSD او HDD هذا واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست هاردسكات تمام راح اقيس سرعة ال SSD وكذلك راح اقيس سرعة ال HDD واشوف الفرق بينهم طيب البرنامج جدا سهل مجاني بالكامل تقريبا او مجاني طبعا هذا الموقع موجود فيه رابط الوصف تقدر تحمله بسهولة تحميل من هنا ثم تضغط على الايقونة بتاعت طبعا احنا ما نبغى هذه نبغى عفوا هو يجيب لك نسختين تمام نبغى النسخة الثانية تمام اللي هي هذه طيب نقول هذه الخيار نضغط عليها راح يزلنا ملف مضغوط نفك الضغط عن ملف المضغوط تمام هذا جانا ملف المضغوط نحط حفظ طيب جدا طريقة سهلة ما تحتاج اي تعقيد ثم روح هنا نحط استخراج هنا راح تظهر لك جميع الملفات هذه طبعا انت اذا كان عندك نسخة الويندوز عندك 32 او 64 طبعا عندي 64 طيب اجيك هذا الخانة او هذا البرنامج تمام حنا نقدر نحط اللغة العربية من هنا على طول ما علينا من اللغة العربية اهم شيء اداء البرنامج طيب عندك هنا مراحل المراحل انت كم تبي مرحلة كم مرة تبي اختبر الجهاز او الهارد اسك تبي خمس مراحل ولا مرحلة ولا تسع انا بخترت واحد مرحلة واحدة تمام هنا سرعة القراءة وهنا سرعة الكتابة تمام او او العكس ما ادري هذا رد رد قراءة ظاهر ولا قراءة وكتابة تمام طيب انا بقيس الاس اس دي اللي عندي من هنا طيب حجم الاختبار اللي راح يختبره لا انا بقى اختبره مرة باقل شيء بس عشان اعطيكم نبذة عن البرنامج طيب بدلين نضغط هنا الان راح يقيس لصناعات البرنامج بالقراءة والكتابة ويعطيني بالميجا بايت طبعا نقدر نغير الميجا بايت الى يعني جيجا بايت او الى اخر يعني اللي انت تبغى طيب عطاني سرعة اه القراءة مية وواحد وسبعين مئة وواحد وسبعين طيب اه الكتابة طيب هذه النتيجة النهائية عطاني اه بالاختبار الاول يعني اه المرحلة الاولى مية وواحد وسبعين قراءة والكتابة خمسمائة واربع خمسمائة واربع طيب دعنا نهتم بالخيار الاول لانه الرقم الاول ولكن الرقم الكبير يعني مرة يعني مثل ما تقول يعمل باقصى الظروف باقصى الظروف والله واعلم يعني انه اه اصير سرعته بالشكل هذا اذا كان باقصى الظروف طيب الحين بنقيس اه ونشوف اه كم تعطينا من البيانات طبعا انت تقدر تختار اللي هنا يعني تربوها ما رح تخصنون اي شيء تمام برنامج مجالي بالكامل الآن اه يقيس السرعة القراءة والكتابة في هاردسك الهدد نراقب ما اه تعطينا النتائج طبعا هي العملية هذه تاخذ وقت شوية لتاخذ خمس دقائق او ثلاث دقائق تقريبا على حسب سرعة الهاردسك اللي عندك تمام حتى تعطيك النتيجة او الرقم النهائي للقراءة والكتابة كما تلاحظون انتم امامكم الان اعطاني سرعة القراءة مئة وسبعة وستين وايضا الكتابة مئة وسبعة وعشرين نلاحظ ان قبل هاردسك الاس اس دي كان خمسمية واربعة وهنا نلاحظ ان مئة وسبعة وعشرين فتلاحظون الفرق الكبير بين الاس اس دي والاش دي دي نصل الى نهاية هذا الفيديو نراكم في مقاطع ثانية ونستقل باقية الصرحات سبحان الله والحمد لله الله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله موسيقى موسيقى